اشتركوا في القناة 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 ضد اللغة الامازيغية وحقوق الامازيغ ابدا هذا الذي استشفه هناك اشكاليات نتكلموا على اشكاليات في النصوص القانونية ومن حق الناس انها تفهم وانها تسأل لكن مش من حق انها تعترض على شيء مش فهمينها هم مش قادرين يستوعبوه او يسعموا من الطلاف الاخر يقول ضريع فيه فعفوه الآن عندنا اشكالية نبدو بها بالمادة حاجة بحاجة بحيث نحن نحلوها اول شيء الدستور الدستور كلمة ليست عربية بل هي كلمة فارسية دستور اضمت تكالف من جزئين وهي اساس القانون او شيء من هذا القبير يعني الاساس انتها القانون القانون العام والمفصلة للدولة وهذا من مبدأ عام هذا هو الدستور هو القانون اللي يتحكم في القوانين وإصدار التشريعات والقوانين ويربط العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم يربط العلاقة ما بين افراد الشعب نفسه وطرق الانتخاب من غير تفصيل طبعا بنصوص عمومية بعض الدستير تصل نصوصها الى 300 نص مادة بمعنى بعض الدستير لا تتجاوز عشرة نصوص كالدستور الامريكي الاخرية إذن عندنا الدستور هذا لماذا الدستور والتنصيص على بعض القضايا في هذا الدستور وعندنا كذلك النصوص والمواد الموجودة في الدستور بعض الدستير لا تذكر اللغة أبدا ولا الدين من ضمن موادها الأساسية بعض الدستير تصر لسبب مشاكل حدثت في ذاك هذا المجتمع أو ذاك أنها تجد نفسها مضطرة أن تذكر بتفاصيل بعض القضايا البسيطة جدا التي يجب مراعاتها في الدستور إذن الدستير أشكال وأنواع يعني الدستور مش مثلا شكل معين يجب أن تتبعه للشعوب ليكون الدستور صحيحا وغير صحيح أبدا الدستير هي اجتهادات من قبل شعوب مختلفة حسب تجربها لمرت بها وما تصب إليه في المستقبل إذن نحن بصدد تأسيس دستور ليبي الدستور هذا الذي غيب على فكرة من التسعة وستين من الانقلاب المشؤوم من التسعة وستين مغيب الدستور ليبي كان الدستور ليبي باعلاته في العهد الملكي دستور جدا راقي كان ينظر إليه على أساس أنه هو متقدم جدا لشعب يعني متخلف في ذاك الوقت وفي شعب لم تسنح لها الفرصة للتعلم وإلى آخره كان نص جدا راقي ما عاد كما ذكرت علاته الآن نحن بصدد تأسيس دستور جديد وهذا الدستور سوف يربط علاقتنا علاقت بعضنا ببعض وبنصوص قانونية وعلى فكرة في شعوب العالم التالت الدستير لا تعني أبدا أنها هي ستطبق بل يتلاعب بها في بعض الدستير في بعض الدستير لا يمكن تغييرها البتة كالدستور الأمريكي الأخري وبعض الدستير يمكن تغييرها وفي بعض الدستير يمكن تغييرها إلا أنها من تغير وبعض الدستير لا يمكن تغييرها بل غيرت مثلا ما حصل في مصر في تمديد مدة الرئاسة وما حصل في الجزائر وإلى آخره إذن يعني هدي كلها قضايا متعلقة بالدستور الآن نرجع إلى قضية اللغة وتنصيصها في الدستور اختار المجلس الانتقالي أنه ينص في الدستور على اللغة فنص على اللغة العربية على أساس أنه هي لغة رسمية واللغة الأمازيغية ذكرت على أنها يحافظ عليها ولأخره ولكن لم تعطى أي سبغة قانونية فخرج وتنادى بعض من الشباب الأمازيغ ورأوا أن هذا ليس من المسواء ويتناقض مع المبدأ التامن من المبادئ التي ننص عليها الدستور الليبي وهو مبدأ المسواء وأن لا فرق ما بين الليبيين لا في لغتهم ولا في دينهم هذا يتناقض تناقض رسمي أو أصلي مع هذا المبدأ وهو هذا المبدأ على فكرة مبدأ حقوق إنساني مبدأ نصط عليه الدستور العالمية المتحضرة كلها ونصط عليه الأم المتحدة ونصط عليه وهناك اتفاقية كثيرة لحماية الأفراد والمواطنين وحقوق الإنسان إلى آخره تنص على هذه المبادئ إذن هذا اللي بناقوله العودة إلى اللغة والدستور الغريب في الأمر أن الكثير ربما من الناس ما يعرفوش أن أكثر من 60 لغة في العالم أو ما يقرب من 60 لغة في العالم بلا صح عندها أكثر من لغة واحدة رسمية بمعنى أن هذا العدد الكبير من الدستير في العالم تنص على أكثر من لغة واحدة في دستيرها من لغتين فما فوق بل تصل إلى 23 لغة زي الهند وتصل إلى 11 لغة زي جنوب أفريقيا تصل إلى 4 لغات زي سويسرا تصل إلى 6 لغات زي أظن اسبانيا إلى آخره إذن الغالبية من الدستير العالم تنص على أكثر من لغة وليس لغة واحدة كما يظن الكثيرون طيب هذه من ناحية من ناحية التانية هناك لغات تانية هل يعني أن باقي اللغات أو عفوا باقي الدستير تنص على لغة واحدة لا هناك دستير كثيرة لا تنص على لغة أبدا وأبرز ميتال على هذا هو أمريكا أمريكا لا توجد فيها لغة رسمية توجد فيها لغة وطنية وهي الإنجليزية وهي الأوسع الانتشارا ولكن وتوجد مثلا الإسبانية اللغة التي هي قريبة جدا من الإنجليزية في عدد المستخدمينها إلى آخرهم إذن وعلى فكرة في كثير من المحافظين الأمريكيين يحاربون أو يجاهدون لأجل إدراج اللغة الإنجليزية كلغة رسمية في الدستور الأمريكي إذن الغالبية كما تكون من دستثير العالم تنصر أكثر من اللغة إذن ليبيا لن تكون في بدعة من أمرها بأنها تجعل أكثر من لغة واحدة رسمية عندنا مثال مثلا المغرب الأقصى اللي هو مؤخرا نص على اللغة الأمازيغية إلى جنب العربية لغتين رسميتين للبلاد الجزائر تقول لغة العربية اللغة الرسمية للبلاد واللغة الأمازيغية لغة وطنية وهنا ربما يكون حديثنا عن ما معنى وطنية وطنية غالبا توصف بها اللغات الوافدة بمعنى مثلا الروسيا والاتحاد السوفيدي السابق كانت اللغة الروسية هي المستخدمة في كثير من هذه الدول بعدين لما استقلت هذه الدول وجدت عندها إشكالية أن قوانينها وأن كتاباتها وأن معاملاتها رسمية أكثر مكتوبة بالروسية مع أنها ليست لغة الشعب اللي هم مثلا في الدول القوقازي لآخره ليست لغة الشعب فاضطروا إلى استعمال هذه اللغة كلغة وطنية بمعنى أن هي تضاف إلى اللغات الوطنية الموجودة بمعنى أن هي وافدة وأضيفت فاللغرة الأمازيغية وجعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية في ليبيا لا يعني شيء لا من ناحية القانونية ولا من ناحية التاريخية لأن اللغة الأمازيغية ليست وافدة بل بالعكس هي لغة وطنية بامتياز ولا أقصد بالامتياز أن في أحد عندها امتيازات على الآخر أبدا أقصد بالامتياز بمعنى بأصالة فتنصيص اللغة الموجودة كونها لغة وطنية لا يعني شيء من ناحيتين كما ذكرنا أنها ليست لغة وافدة اللاحية الثانية لما تقول اللغة الفلانية لغة وطنية كأنك تقول في كتاب التاريخ ومن اللغات المستخدمة في هذه البلة هذه اللغة لكن لا تحمل أي صغة قانونية وجدت في بعض المقترحات الدستورية في ليبيا في الأيام الماضية نص يقول اللغة العربية هي اللغة الرسمية واللغة الأمازيغية هي لغة وطنية مع كفالة حقها في التعليم وحقها في الاستخدام للكذا وحقها في كذا هذه مكابرة لأنك لما تقول حقها في كذا وكذا وكذا كأنك تقول أنها هي دستورية فلماذا لا تقول دستورية وتريح روحك؟ لأنه ليس من اختصاصات الدستور هو التنصيص على المواد بعينها والاستخدامات بعينها هذا الدستور يعطي قانون عام ثم على المشرعين أن يستمطوا منه أو يستنجوا منه كل التفاصيل المتعلقة باللغة أو بالمعاملات إلى آخره ليست طبعاً اللغة هي الوحيدة في الدستور إذن اللغة الوطنية هذا تحصيل حاصل وهذه خداعة تلجأ إليها بعض الدول ديكتاتورية فليبيا في رأيي يجب أن تتشبه بدول ديمقراطية ولا تتشبه بالدكتاتوريات مثل ديكتورية الجزائر التي تنص فقط على وطنية اللغة الأمازيغية ولا تنص على دستوريتها بينما المغرب الأقصى مع التحول الديمقراطي فيه إلى آخره أصبحت اللغة الرسمية فيه اللغتين العربية والأمازيغية وأصبح أمر طبيعي على فكرة عند الشعب وعلى آخره مع وضع بعض المهلة للتطبيق الترسيم للغة الأمازيغية طيب زي ما قلنا من البداية الشعب الليبي ليس ضد اللغة الأمازيغية وليس ضد الثقافة الأمازيغية والآخره أنا في نظر أن الغالبية من الليبيين بالعكس وهذا عن تجربة أنا من يعني في 11 فبراير ربما جلت في مناطق كثيرة جدا في ليبيا ابتداء من الشرق إلى الغرب ونتمنى قريبا للجنوب الليبي اللي وجدته أن الليبيين أبدا ليسوا ضدها اللغة الأمازيغية ولا ضد استعمالها واستخدامها وعطاها حقها وإلى آخره والحق هذا غالبا يكون مرتبط بالقانون الأشكالية وين؟ الأسئلة اللي نشوفها متكررة أنتو بتفرضوا علينا لغتكم أنتو 5% والغالبية متاعنا والأغلب اللي بي يتكلموا العربية فالتفرض لغتكم أبدا ترسيم لغة لا يعني أنها تفرض على أي إنسان كان الترسيم لا يعني فرض اللغة على أي إنسان كان الترسيم يعني بكل بساطة أعطاء صبغة قانونية لهذه اللغة المرسمة والترسيم يأتي على أشكال وحنوصلوها النقطة هذه فكون مثلا في كندا الفرنسية هي لغة رسمية الإجابة الإنجليزية لم تعني ولا تعني أبدا أنها تفرض على باقي أفراد الشعب الكندي بل الغالبية لا يتحدثون في فرنسية في كندا مثلا في سويسرا لا يشترط أبدا أن يتحدث كل سويسي للغات الأربعة مع أنها يعني المهم فشاهد الفرق الرسمية لا تعني أنك تفرض على أي إنسان بالعاكس اللغة لما تكون رسمية فقط حماية لهذه اللغة في حد ذاتها ووجود أشخاص وأعيد هذه وجود أشخاص يرفضون ترسيم اللغة الأمازيغية بمعنى إعطاءها صبغة قانونية هذا مدعاة إلى القلق من جانبنا نحن متحدثين الأمازيغية الإشكالية الثانية إشكالية نوعية الدستور نحن أن نحس فيه أن الغالبية المعترضين على دستورة الأمازيغية هي كيفية تطبيقها بمعنى يوعد يتكلموا يقولوا زي ما قلنا قبل شوية ترسيمها يعني كذا باهي كان بنرسمها اللغة الأمازيغية عندنا مازال إشكالية هل بنكتبها في كل الأوراق الرسمية هل يفترض أن يكون رئيس الدولة يتحدث هذه ليست من اختصاص الدستور هذه من اختصاصات المشرعين بمعنى مثلا تنص اللغة في إسبانيا مثلا ينص على أن هناك أربع لغات رسمية ستة لغات رسمية مثلا في الدولة لكن ينص كذلك أن اللغة الرسمية هي الكستانية هي المعاممة على جميع المناطق واللغة الرسمية في كل جهة الكتلانية في جهتها والباسك في جهتها هي اللغة الرسمية ثم الكستانية في سويسرا مثلا تصوروا أن الأغلبية يعرفوا أن فيه الألمانية والإيطالية والفرنسية في سويسرا لكن ما يعرفوش أنه فيه لغة رابعة هي لغة لورمونت لغة رسمية للدولة السويسرية الفيدرالية السويسرية وهذه اللغة يتحدث بها فقط خمسين ألف نسمة خمسين ألف فقط يعني أحد المدن الأمازيغية الصغيرة أو المتحدثة الأمازيغية الصغيرة إذن الإشكالية إشكالية كونك قليل أو كثير لا يعني أنك لا يكفر لك القانون حقك بل بالعكس القوانين غالبا وحقوق الإنسان والدستير المقصد الأساسي منها هي حماية الأقلية ضد سطوة الأغلبية هذه هي المقصد الأساسية من القوانين وإلا لو كانت القوانين والحقوق تقاس بكثير بأكثرية وأقلية ما كان لكثير من الأقلية حول العالم الأقلية العددية أقصد انتنال حقوقها إذن إشكالية كثير قليل إلى آخر هذه ليست إشكالية وعندنا زي ما ذكرنا تجارب شعب كثيرة تعرفوا أن مثلا في بلجيكا يوجد ثلاثة لغات رسمية الوالون والفرنسية والألمانية مع أنه لا يوجد إلا 2% فقط من الشعب البلجيكي يتحدث ألمانيا مع هذا اللغة الألمانية اللغة الرسمية كذلك في الدولة كذلك عندنا يعني أشياء كثيرة جدا تدور في هذا الفلك إذن المشرعين هم اللي ينصصوا على اللغات أو كيفية تطبيق هذا الترسيم يعني كون أن إشكالية هذا لا يعني أن نفخص الناس حقهم كون مثلا سوف نجد إشكالية في تطبيق مبدأ العدالة وإعادة الحقوق للناس وهي حقوق الأراضي مثلا المتصب والآخره هل هذا يعني أن نلغي هذا الشيء؟ لا بالعكس المبدأ يجب أن يسود مبدأ العدالة ومبدأ المساواة ومبدأ إرجاع الحقوق ولكن كيفية تطبيقه يترك كما ذكرنا للناس المتخصصين إذن نعيد على السريع هكي الغالبية في لغات العالم الأغلب في لغات العالم أنها تملك أكثر من لغة واحدة ودستة واحد بل بالعكس الدول اللي هي تصر على الرجل الواحد واللغة الواحدة والشعب الواحد وإلى آخره تنتهي بدكتاتور واحد يحكم البلاد التي تصلت عليها زي ما حدث في ليبيا الواحدة 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 اللي اقتنى بها القدافي انتهت به بأن يكون دكتاتور مطلق على ليبيا والأمثلة في الحقيقة في الشعب المتخلفة لحوالينا هي خير أمثلة على هذا المبدأ مبدأ الواحد والتوحد إلى آخره فننتهي بعصد دكتاتوري إذا كنحن نصبه ونرنه إلى دولة عدالة ومساواة ودولة حقوق يجب علينا أن نطبق هذا المبدأ ولو كان مؤلم للبعض مننا ولو كان صعب على البعض مننا فهمه يجب أن يطبق إلى أبعد الحدود الممكنة مبدأ العدالة والمستوات الاجتماعية وعدم التفريق وتمييز ليبيا ستواجه بعض المشاكل القانونية إن لم ترسم الأمزاغية في القوانين الدولية وفي تطبيق التعاريف اللي تحدث عنها الكثيرون فيه دول زم ذكرنا نصت على أكثر من اللغة في دستيرها عندنا مثلا العراق بعد تحريرها من صدام حتين وصدوط حزب البعث أصبح عندها لغتين رسميتين اللغة العربية واللغة الكردية مع الحفاظ على اللغات الأخرى ولكن نص على اللغة الكردية وهي رسمية في جهتها إذن توجد ممكن لغات رسمية في جهة معينة إلى آخر هذه كما ذكرنا الأشكالية تكونها تترك إلى أصحاب الشأن لكن كيف هم يفصلوا في هذه الأشياء هل مثلا الأوراق اللي مثلا توزع في ما أدري يعني مثلا في بنغازي مع عدم أو قلة وجود المتحدة الأمزيغية هناك هل تكتب باللغتين هل في طرابلس مثلا كذا هل في منطقة الأمزيغ فقط لتحدثه الأمزيغية هم فقط تكتب فيهم الأوراق رسمية باللغتين مثلا أو تدرس اللغة الأمزيغية فيها كpriوريتي إلى آخره هذه الإشكالية هذه نحن لن نخترعها من عندنا هذه الإشكالية سوف تحل ببساطة جدا لأنها في عندنا لماذج كثيرة جدا في العالم تنص على هذا إذقرنا في بداية الكلام المنزل 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 المنز والعكس ومع كفالتها في المنطقة الثانية التي هي الأغلبة فيها المتحدثة الإنجليزية إذن قضية الترسيم والتغليب الأولوية وإلى آخره الترسيم يعني بكل بساطة حفظ حقوق هذه المجموعة اللغوية ليس إلا ولا يعني أبدا فرضها على الآخرين ولا يعني أبدا أنها من غدا يجب أن تطبق أو رئيس الدولة يجب أن تحدث هذه نصوص ملحقة يجب أن ترعيها الدول حسب احتياجاتها وحسب أهميتها هل تعلمون كذلك أن الهند عندها 23 لغة رسمية ومن بعض هذه اللغة الرسمية في الهند بعض اللغات لا تكتب أصلا ليست لغة مكتوبة وليس ليها حروف مع هذا نصص عليها في الدستور أنها هي لغة رسمية للدولة بل حتى بعض الشعوب الأصلية في أمريكا الجنوبية والآخره كانت نصص على بعض اللغات فيها لغات رسمية مع المتحدثين بها قليلين جدا وكذلك هؤلاء المتحدثين زي بوليفيا أظن تولى متقدمة جدا في هذا الباب أقصد من باب اللغة وإلا هي عندها إشكاليةها الخاصة بها ولكن بوليفيا مثلا لغات الشعوب الأصلية بعضها لا تكتب ولا يعرف عنها أنها كتبت وربما إلى الآن لا تكتب مع هذا إحتياجاتها الرسمية الترسيم زي ما ذكرنا من قبل لا يعني أبدا فرضها لأي أحد أو إلى آخره يعني مثلا في الدستور بل يذهب بعض الناس أو بعض دستير أبعد من هذا في قضية الحفاظ على اللغات الوطنية إلى آخره الوطنية أقصد بالأصالة وليس الوطنية من الوافدة الوطنية بالأصالة مثلا في الدستور الجنوب الأفريقي يقولون في المادة السادسة المتعلقة باللغات إدراكا مني لتراجع استخدام اللغات الأصلية لشعبنا وتراجع وضعها التدريجيا تتخذ الدولة إجراءات عملية وإيجابية لتحسين وضع هذه اللغات والنهوب بها باستخدامها هذا على بعض اللغات الجهوية في جنوب أفريقيا والتي طبعا طالها الإهمال بسبب الميز العنصري لمدة طويلة إذن هذا كل الكلامنا تقريبا اللي بنقولوه على ترسيم اللغة المزيغية وربما في حرقة قادمة نجيب حد متخصص من أهل القانون ويحدثون عن هذا المبدأ المساواة ومبدأ اللغة الرسمية واللغة الوطنية وما نجده في نصوص وقوانين شعوب العالم اللي هي في أغلبها متعددة والتعدد هو الأساس في التعدد مع الاحترام طبعا ومع سيادة القانون هو الأساس في رفاهية وتقدم الشعوب لما تكون الشعوب أكثر تعددا يصير فيه التنافس الشريف ما بينهم التنوع الثقافي إلى آخره هو المبدأ السائد الآن بين الشعوب شكرا لكم تنمير تنون إلى حلقة ثانية